لا يخمدها برد الشتاء ولا يوثر فيها لهيب الصيف نار الشمال متقدة مدام غبار الحرب في غزة متناثرا هو موقف واضح وليس موضع نقاش بالنسبة للمقاومة الإسلامية في لبنان بغض النظر عن تكثيف الضغوط والتهويل وزحمة الوسطاء لكن قناعات المقاومة الراسخة تختلف عن التصور الأمريكي بشأن تهديئة التي تريدها في الجبهة الشمالية لإراحة حليفتها الاستراتيجية المنهكة فكيف سيتجه المسار السياسي للوضع الحدودي الميداني بين لبنان وفلسطين المحتلة وماذا بإمكان الوساطات أن تفعل في هذا السياق في إطار المحاولات الأمريكية للتوصل إلى تهديئة في الشمال انطلاقا من قناعاتها بانفصال الجبهات يدور الحديث في الأعلام الأمريكي والإسرائيلي عن تفاهمات ترعاها واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون تؤدي إلى وقف المعارك يكشف موقع أكسيوس أن التفاهمات الجديدة ستكون شبيهة بصغة اتفاق نيسان عام 96 وكما جرى حينها لن يتم توقيعها رسميا من الطرفين بل ستصدر عن واشنطن وحلفائها الأوروبيين والتي ستعلن فوائد اقتصادية للبنان أيضا ستشمل التفاهمات أيضا التزاما من الجانبين بوقف تبادل إطلاق النار على أن لا يسحب حزب الله قواته إلى شمال نهر الليطاني إنما إلى مسافة ثمانية إلى عشرة كيلومترات من الحدود إضافة إلى نشر نحو 12 ألف جندي من الجيش اللبناني على طول خط الحدود في المقابل سيطلب من إسرائيل وقف تحليق طائراتها الحربية في المجال الجوي اللبناني والالتزام بسحب جزء من قواتها من الحدود لكن مصادر أكسيوس تشير إلى أن التفاهمات الجديدة يمكن تنفيذها حتى لو لم يكن هناك وقف كامل لإطلاق النار في غزة تصور أمريكي يصطدم بقناعات المقاومة فالجبهة من جنوب لبنان فتحت في الأساس إسنادا لغزة ولا يمكن إغلاقها إلا بانتهاء العدوان على القطاع وهنا لا تتعامل المقاومة من موقع ضعف إنما كصاحبة اليد العليا لفرض شروطها في أي صيغة حدودية ميدانية مرتقبة وكلام السيد نصر الله في هذا السياق واضح أوقف العدوان على غزة وبعد ذلك لكل حادث حديث فيما يتعلق بلبنان لكل حادث حديث